بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب عاملين ان شاء الله تكونوا بخير جميعا اه بنتكلم عن الشباب اللي قالوا اولوهم طلبوا منهم الالقام القومية هيكتبوها فين حتة بالزبط او ايه المطلوب منهم منهم بالزبط بس الاول قبل ما نتكلم عن حتة ديت بتكلم عن الاختبار الرياضي الناس فيه ناس راحة اختبار الرياضي اه مش واضح كده تقريبا يعني كده ما فيش حاجة لا فيه سباحة ولا فيه قفزة ثقة لكن بتكلموا عن ايه بتكلموا عن يعني الشباب كله بتكلم يعني ما حدش جاب لقفزة ثقة ولا سباحة لكن اليوم بيقولك صعب على اللي بدخن اللي بدخن على الشباب لان قالك الجاري هي اصعب حاجة لان فيه جاري مئة متر وفيه جاري اه اه تمنمية متر فنصيحة لو انت بتدخن ولسه مروحتش الرياضي يريد تبطل السجاير مش هقولك تبطلها خفاة خالص لان اقولك للشباب اللي قال لك انك اللي كان بيدخنه تعبه خالص طب فيه حد بيسقط في الرياضي يعني مش مفيش مش هقولك يعني خمسة في المية ليه هو حلوة الرياضي دي خمسة في المية اللي بس اللي ممكن يسقط في الرياضي لان التمرين بتشير بعضيها التمرين بتشير بعضيها بمعنى ان في عندك تمرين اه تمرينات اخرى هم كل شوية اللي فولك في تمرين هناك تروح حضرتك تبص تلاقي في الاختبار فيه تمرين معين دلوقتي يا مثلا فيه تمرين اللي هو البطن انك انت انا هشرحه في فيديو عم موجود عالقناة انك انا ازاي تنام على ال� Kabul ويهدك كده على على دماغك واتقوا وتمدي ديك لقدامك وترجع على ظهرك تنام وتقوم ده تمرين البطن او تمدي اديك قدامك وتقوم وتنام لضهرك على ورضى الارض خالص تمبسط خالص وتلاديا مع smoke وتيجي تنقى تقدم عارفين تمارين البطنة لشريحه معنا القناة. وفيه تمرين تاني اللي هو تقف وتقعد. ازاي بقى ايدك بتبقى كده فوق راسك وتنزل على رفيسك وتقوم تقف. ده لو انت مش عارفه اه في اه تسأل حد كبير يعني والدك حد عمك اه حد جارك خدم جيش. قل له تسعة استعيد. تمارين تسعة استعيد شكله ايه? هيقول لك تسعة استعيد شكله ايه? تمام? اه هو دي يعني التمرين. بالنسبة للبنات عندها عندها هو التمرين برضو ممكن يكون فيه تمرين البطن عادي للبنات عادي ما فيش مشكلة نفس الولاد. او ممكن عندك هم يقولوا لغوا التمرين اللي هو الجاري الزجزاجي ده تلغى. مش موجود دلوقتي حاليا. وبستعينوا به اللي هو طبعا يعني العقلة. العقلة مش عند البنات عند الولاد موجود العقلة. موجود اللي هو غير العقلة. اه في عندنا تاني حاجات تانية البنات اللي ممكن اللي هو اللي هي البنت على الرجبة كده تلزل بالضغط يعني الضغط البتاع الولاد موجود عادي ضغط على الادين. بتركز على ايدي كده وشك لتحت كده مسروحة للقناة وتقعد تطلع وتلزل اه تمرين الضغط ده لكن البنات بتركابها بتبقى على الارض ثابتة على الارض عادي وتلزل عادي وتطلع عادي. بص يعني التمرين دي اولاد الضغط. والضغط والتمرين العقلة. والتمارين اللي هو ووقف ونازل ده الليsehen تستعد ده وتمريد ده دي او يقول لك قوم وديك درجة. لكن اللي هو يعني اللي هما صعبين مسلا بيقفوك عشرة في مجموعة وقول لك اجري اللي هو الميت متر. اللي وصل اول لي درجة. الوصل التاني لي درجة. التالت لي درجة. فأيه انت حاول انت تهدف اليوم دوت. تكون نايم كويس. ببطل الناس اللي بتدخل ما تشربش سجار يا ليت. ما تكلش قبلها. امنع الاكل قبلها بساعتين كده. كل حاجات خفيفة. اشرب مية خفيفة جدا يعني قبل قبل الشغل دوت قبل الجري دوت. اشرب مية خفيفة. ياريت بعد ما ما تخلص الجري. ما تكونش عطشانه معك دست مية وتشرب. ايه ده كده? بحديها عشر دقايق بتدي اشرب. ما تشربش ساعات عشان جسمك يبقى سخن وتبقى مشكلة. دي نصيحة برضو. فيعني حاول ما تاكلش الاكل هو اللي ممكن يتعب لك معدتك وانت بتجري. اجري. اجري ادي مع زميلك اللي العشرة كده ما تاخدهاش بقى وتودي حريف وتروح بادئ سخنه وتجري مرة واحدة. لا شوف اسرع واحد كده بيجري كده سيبك منه كده امش انت مع المقية المجموعة. وتعالى بسلا في المية متر فاضل اه تلاتين اربعين متر كده في دول بقى افتح لسبرينت بتاعك افتحه على الاخر. فاهمني? وفي التمينمية متر كزلك خليك هادي بقى التمينمية متر خليك هادي بتلف هو بتلف فيه كده هو في الجري. فهم التمينمية متر معروفين ادي مثلا اللفة اه مثلا ربعمائة متر اللفة متين متر هتلفها اربع مرات. المهم بتخليك هادي. لفة اتنين. تقس خن في الاخير خالص. عشان تحقق مركز كده دي اللي تاخد على درجة. ما فيش حد بمعنى اصح بيسقط في الرياضي. كل اللي في الاخر الدرجة بتتجمع وفي الاخر بتعدي. عشان تبقوا فاهمين. نتكلم بقى عن حكاية الدرجة القرابة. قلنا الدرجة القرابة لحد الدرجة الرابعة اللي هجيب لهم الاركام القومية. مطلوب من حضرتك. الاطفال اللي انت كتبتهم من اللي مكتوبينه في الكراسة. اللي انت كتبهم في الكراسة بالزبط وكتبتهم في تقرير رقم اتنين اللي هو اورنيك الفحص. هم دول اللي هتحطوه. درجة القرابة الاولى معروفة والدرجة التانية هوت. ادام منك اهو. سيب انا ادام منك اهوة. درجة التانية مين الجد والجدة. ده مناحية الاب وناحية الام طبعا. والاخ والاخ دول من الدرجة ايه التانية. درجة القرابة من الدرجة التالتة قدام حضرتك اهمت بس انا عايزة تسيبك من ابن الابن دي يعني دي بعدين لها موال مش مطلوبة منك وهو دي الدرجة التالتة دي الدرجة الرابعة موجودين عندك في الكراس طيب هتعمل ايه في دول اللي الطفل تجيب له شهرة ميلاد هم طلبين كده هناك من الناس كده طفل تجيب له شهرة ميلاد الكبير تجيب له صورة البطاقة طيب هعمل في هم ايه في دلوقتي على الموقع نازل الورقة دي الورقة دي نازل على الموقع اهي موجود اهي نازل على الموقع تروح للصايبر اللي بيشغال في حكاية التقديمات بتاعت معوان الامن هتلاقيها يطبعها لك وتيجي حضرتك ممكن هو يكتبهم لك بالكمبيوتر هناك لو هم وجهزين معاك فارقة كل الاقارب موجودين عندك هتحطهم هنا مفيش انت ممكن تكتبها بايه لك اسمك هنا كود الطالب اللي عندك معروف بتاعك ايه هو الكود اللي هو موجود على الكراسة بتاعت حضرتك الكود اللي براك الراح مرضوت او الكود اللي هو موجود حضرتك لما بتيجي تطلع الكارد التردد تحت كده بكتب كود الطالب فيه كده هو في اي اختبار بتروحه لو انت معاك صورة منه هتلاقي فيه كود الطالب بتاع حضرتك والرقم القومي بتاعك والمحافظة منين والمركز لو انت مركز تابع يعني فيه من مركز تابع لمحافظة يعني انت مثلا المحافظة الشرقية مركز بحمد مثلا وتاريخ الاختبار اللي انت ايه رايح المفوض اللي هو بتاع تسليم الكراسة اللي جاية لك ده طبعا هنا مسلسل او رقم مسلسل اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وانت نازل كده يعني ان شاء الله يكون عندك تلاتين قريب مثلا ما كفتش ورقة هتطبع ورقة تانية وتالتة تلاتة ورقش تكتب فيه بالقراب كلها طب عندك سلط القرابة هنا مثلا رقم واحد مثلا هنا عندك سلط القرابة مثلا هنا الاخ مثلا الاسم تكتب اسمه رقم القومي بتاعه وتاريخ ميلاده والوظيفة بالتفصيل شغال هنا حتى بالزبط كده مثلا وزارة الصحة مثلا مفات الصحة شغال مش عارف فن تغذية شغال مش عارف ممرض كده مثلا يعني وزارة التربية والتعليم شغال ايه عامل شغال مدرس شغال كزا مدرس كزا هنا كده والحالة الاجتماعية لو هو اعزب بتكتب اعزب متزوج بتكتب متزوج زائد كم مسلا متزوج عنده عيلين يبقى زائد اتنين متزوج زائد عنده خمس عيل يبقى متزوج ممكن تكتب ميم يعني متزوج آآ زائد خمس اللي هو متزوج زائد خمس آآ اعزب يبقى كلمة اعزب هنا وتريح دماغك رقم اتنين مسلا هنا عندك اخوك التاني عندك عمك امراته زوجة عمك بعدها مسلا ابناء عمك عماتك خلاتك اللي احنا عارفينهم كلهم اللي هم موجودين عندك في الراسة في الكراسة تكتبهم في زي ما احنا شايفين كده بنظام يعني هيك موجودة هيه دي موجودة عند الراجل بتاع السايبر مش هقولها تاني هو توضحناها في ناس والله بتقول انا مش عارف الرقم المسلسل ده ايه رقم المسلسل يعني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وصلت القرابة ده عمي ده ابن عمي ده اخ ده اخت ده مش عارف ايه تكتبهم كده وتجمعهم الكبير تجيب له وتدبس مع دول صور بطاق بتاعتهم وشهدات الميلاد بالنسبة للاطفال اتمنى لكم التوفيق اتمنى اكونش طولت عليكم اكون فتوكو ما تنسناش بالتبخل بتاعك اللي انت دايما ايه ما بتعملوش اللي هو دعمنا باللايك لان اللايك هو بشجعنا وبيزيد القناة طبعا مشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا